أكدت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جوليانا بورتر في مقابلة خاصة مع قناة الحرة أن تقرير حقوق الإنسان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية اليوم شمل نحو 200 دولة حول العالم من دون التركيز على دولة بعينها هناك نحو 200 دولة أكثر أو أقل تم تقييم أوضاع حقوق الإنسان فيها وتركيزنا كان عليها جميعها ليس لدينا نظام ترتيب ولم يكن هناك دول محل تركيز أقل أو أكثر لأننا نؤمن بتحسين أوضاع حقوق الإنسان لكل فرد حول العالم وأضافت بورتر أنه سيتم محاسبة منتهيكي حقوق الإنسان سواء في الشرق الأوسط أو آسيا لمن فيهم حلفاء وشركاء الولايات المتحدة أينما كانوا نقول إننا سنحاسب منتهكي حقوق الإنسان سواء كانوا في الشرق الأوسط أو آسيا أو حتى إن كانوا شركاء أو حلفاء سنحتفظ بوجهي العملة فنحن كما قال الوزير بلينكين كثيرا متواضعون لكننا واثقون في نفس الوقت متواضعون ونعلم متحدياتنا وواثقون لأننا نعلم أنه يمكننا أن نحاسب حلفاءنا وشركاءنا استراتيجيين في الشرق الأوسط أو أينما كانوا عن الانتهاكات الفضيعة لحقوق الإنسان